فيلم أحداثه بتدور في التمانينات في إيطاليا وآخر علاقته بالكورة هو أدم درايفر وهو بيجيب جون تخبيط طب ما دي قمة الواقعية على فكرة أسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بيكم فيه مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو هاوس أوف جوتشي هاوس أوف جوتشي هو واحد من أهم أفلام السنة العدد من الأسباب منها أنه من إخراج ريدلي سكوت أو بالتحديد هو تاني فيلم السنة دي لريدلي سكوت بعد فيلم دالاس جول منها فريق البطولة الرائع ومنها القصة اللي بيتناولها وهي حقبة مهمة جدا في تاريخ بيت الموضة العالمي جوتشي من خلال شخصية باتريتسيا ريجاني اللي بتنصب مصيادة حوالين وريث إمبراطورية جوتشي ماوريتسيو وبتتجوزه بتحاول تكبره إنه يصعد لرأس هذه الإمبراطورية وبنشوف رحلتها اللي مليانة طموح وأحلام وانتهازية وكتب وخداع وفي بعض الأحيان ما هو أسوأ من ده كله فيا ترى إيه اللي حيحصل طريق التناول مخرجنا ريدلي سكوت لأحداث فيلم هاوسوف جوتشي غريبة شوية بتنتقل كتير جدا ما بين أوطار الجدية والهزل مع ميول زيدة شوية نحية الهزل بل والمبلغة الشديدة في استخدامه والمؤسف هو إن الانتقال ده مش رشيق على الإطلاق بل في بعض الأحيان ممكن يكون صادم وده كان ليه تأثير سلبي ملحوظ على الإيقاع دايما كمشاهد كنت بحس إن أنا حضرت العواطف الخطأ تجاه المشهد المتوقع مقدمات بتحسسك إن أنت قدام موقف جاد وبعدين بتكتشف إن أغلب الممثلين اللي موجودين فيه جايين يهرجوا وفي أحيان كتير كنت بحضر الابتسامة على إننا مقدمين على موقف خفيف وبعدين تلاقي دراما جادة جدا لا تتناسب مع المشهد اللي قبلها ولا اللي بعدها حاسس إن عنصر الصدمة في الإيقاع ممكن يكون مقصود وبصراحة هي برضو شجاعة إن احنا نحاول حاجات جديدة في تناول القصص الملحمية خصوصا وإنها قصة ملحمية حقيقية وفي ناس كتير عشوها وعارفين تفاصيلها بس زي ما بنحيي الشجاعة كتير جدا لما بتكون نكحة دي فرصة كويسة جدا عشان نهري للناس وشها الآخر لما من الآخر بتقلش بتقلش حتى في المقاومات الرئيسية للسيناريو قصتنا فيها تحولات كتيرة وتقلبات كتيرة في مواقف عدد كبير من الشخصيات منها تحولات عديدة في طبيعة علاقة بطلنا حب وملل وفاء وخيانة احترام وكراهية والاعتماد الكبير في توصيل التحولات دي كانت على مشاهد قليلة قوي من منظوري أنا كمشاهد ما كانتش كافية ففي الآخر لما أجي أبص على علاقتهم بشكل كامل من نقطة البداية لنقطة النهاية ألاقي نفسي ما اشترتش قوي وده شيء مفجع جدا لأن كمان مرح ما بنتكلم على قصة حقيقية انت مش محتاج تشرح لي شيء خيالي ده شيء حصل فعلا كل المطلوب تناول ومفردات التناول الهزلي ما كانتش موفقة خصوصا وإنها كانت كثيفة جدا من أول تصميم عدد معقول من الشخصيات الكرتونية لغاية طريق التناول الثقافة نفسها الثقافة الإيطالية في السبعينات والثمانينات والتسعينات اللي كان فيها احترام كافي لمفردات الزمن وشوية المكان ولكن مش بقدر كافي الظروف على الإطلاق احنا بشكل كبير جدا بنتكلم عن صراع إمبراطوريات الموضة في السبعينات والثمانينات والتسعينات فترة التقلق الأعظم لأكبر الأسماء العالمية ومع ذلك تناول ده جوه الفيلم كان سطحي جدا ما يميز طبيعة جوتشي مقابل الآخرين تقريبا ما شفتهاش قاعدين طول الفيلم عملين نتكلم عن الإرث بتاع جوتشي الشكل الفني المعقد العريق اللي بيواجه بعض الصعوبات في إنه يواكب الشكل العالمي الجديد وكل ده كل اللي بنشوفه منه كلام آه يا جماعة احنا بنتكلم عن فيلم موضة من غير موضة حتى اللغة شكلها يضحك الفيلم اختار إن لغة الحوار كلها تكون أمريكاني بلاك ناطالياني ولكن ناطالياني مش جد قوي عمري في حياتي ما قدرت أحب المدرسة دي والمرة دي مش استثناء ما كانش ينفع نتكلم أمريكاني شكله رسمي شوية وخلاص لإن حتى في حدود اطلاعنا كمشاهدين للطلاينا اللي بيتكلموا أمريكاني يعني بيستخدموا اللكنة دي ما كانتش شبه اللي كان موجود في الفيلم اللي موجود في الفيلم شبه السكيتشات الهزلية اللي بتتعمل على الطلايان ففيلمنا على مستوى البناء مليان مشاكل وعلى مستوى التفاصيل مليان مشاكل ولكن كان فيه عدد معقول من أطواق الإنقاذ من الحاجات الحلوة والموافقة في الفيلم هي طريق التكسيد بعض اللحظات المحورية في تاريخ عائلة جوتشي طبيعة علاقة أفراد العائلة بعض الاختلافات اللي ما بينهم اللي عمرها ما وصلت لمرحلة الشقوق إلا مع ظهور شخصية باتريتسيا وده كان مكون درامي ناضج جدا عشان المشاهد يفهم قد إيه خطتها كانت شيطانية وقد إيه تأثرها كان كارثي مشاهد قليلة صحيح ولكنها كانت بتصيب الهدف ودي عموما كانت أفضل لحظات التكسيد لليدي جاجا اللي هي من الآخر النص الأول من الفيلم لأن الفيلم ما قدمهاش في أي لحظة زي ما تكون شخصية شريرة أو شيطانية يمكن حتى المشاهد يتخدع شوية في دوافعها في البداية ولكنها بعتت رسائل كتير من خلال التكسيد تخليك تفهم أبعاد شخصيتها بس عمرك ما تتعاطف معها في النص التاني من الفيلم أداءها كان أقرب ما يكون لناديا الجندي حتى والله شكلا كانت شبه ناديا الجندي وتباين أداءها ده بيدينا فرصة علشان نقدر جودة تكسيد أدم درايفر لأنه على عكسها في النص الأول كان خامل جدا وفي النص التاني كان أنشط بكتير بس في كل الحالات عمره ما وصل لمرحلة أنه يكون مزعج أو للأمانة هو عمره ما كان ممكن يبقى مزعج بس كان ممكن يبقى ممل وهنا جودة جوهرك كممثل بتظهر ليدي جاجا لما كان معاها مواد جيدة جدا طلعت منها شغل جيد جدا لما كان معاها مواد فقيرة ما قدرتش تشيلها على عكس أدم درايفر اللي كان بيطلع أفضل ما عنده مهما كانت جودة المادة اللي بيشتغل بيها نفس الأمر ينطبق على أل باتشينو رغم أن دوره صغير وناس كتير ممكن تقول عليه نمطي بس دايما كان ملحوظ وعمره ما كان ممل وفي النص التاني من الفيلم مشاهده كانت قليلة ولكنها كانت متقلقة جدا وساعدت جارد لتو أنه هو كمان يقدم أفضل لحظاته في الفيلم لأن بصراحة في أغلب أوقات الفيلم جارد لتو كان من المكونات العجيبة جدا سفير الهزل والشخصية الكرتونية الأوضح ودي مدرسة تناول ما فيهاش مشكلة المشكلة أن أنت كمشاهد لما تتفرج عليه تحس بالغرابة تحس أنه هو على جدول زمني غير بقية الشخصيات بطيء قوي ومبالغ قوي يمكن أسوأ أوقات كل الشخصيات اللي في الفيلم هي الأوقات اللي شاركوا فيها الشاشة معاه لأنه هو بياخد وقته جدا عشان يعبر عن الانفعالات بتاعته وهم ما كانوش عارفين يعملوا إيه حتى الهزل بتاعه ما قدرش يوصل في أي مرحلة لدرجة الكوميديا اللي ممكن فعلا تدحك إلا في النص التاني من الفيلم وفي مشهد محدد مع أل باتشينو عنصر الخبرة على ما أعتقد يمكن في الكواليس أل باتشينو شخط فيه وقاله ما تزبط ياد وتشتغل زي الناس وعنصر الخبرة موجود في الفيلم من خلال شخصية تانية كمان وهي اللي جسدها جيرمي آيرنز هو كمان كان عنده مشهد مع جارد لتو تقدروا تقولوا أنه هو كان زابط فيه شوية على الصعيد الفني الفيلم ما فيهوش حاجة مميزة قوي على مستوى التصوير يمكن بس تكريم الحقبة الزمنية زي ما قلت تصميم الإنتاج والإخراج الفني جيدين جدا ولكن كمان مرة لما تيجي تتكلم عن حقبة الموضة في إيطاليا في ميلان في جوتشي تحس أن فيه تفاوت يمكن على مستوى التصميم الداخلي لبعض المواقع الدنيا كانت فعلا مبهرة جدا عندنا ساونتراك جيد ولكنه كسلان الأغاني المعتادة في المواقع المعتادة في كل الأفلام اللي كانت بتدور في الحقبة دي أو أي فيلم تجرأ ورح إيطاليا في أي جزء من أجزاء أحداثه فيلم هاوسوف جوتشي أقدم على مخاطرات وده شيء يحترم والمخاطرات ما أصابتش معاه وده شيء حيدفع تمنه وبيدفع تمنه دلوقتي بالفعل في الاستقبال الجماهيري والاستقبال النقدي مع التكريمات المستحقة لبعض الأداءات التمثيلية اللي بتوضح للمشاهد قد إيه دي كانت فرصة مهدرة مش عارف الفيلم ده فكرني شوية بفيلم جوبز الأول اللي عمله أشتون كوتش وهو كان تناول مبسط وهزلي لقصة مهمة جدا في التاريخ المعصر دي برضو من القصص اللي أحب أشوف لها تناول جات شوية مش بعيد تماما عن المخاطرة ولكن بيحترم الإرث وبيحترم الظرف وبيركز أكتر على الزوايا اللي بتخلي القصة دي مهمة تاريخيا تقييمي لفيلم هاوسوف جوتشي هو ستة ونص من عشرة وضروري لأي حد ناوي يدخل الفيلم يلاحظ أن الفيلم في بعض التقطيعات لبعض المشاهد خلتني أنا شخصيا مش قادر أتناول المونتاج من أساسه مناقشة الحلقة ما هو أفضل فيلم شاهدتو بيتناول عالم الموضة ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات اشتركوا لكم الحلقات أول باول تابعني على فيسبوك تويتر ونيمو انستغرام وبي باي